السلام عليكم متاحية طيبة الجميع. اينما كنتم مرحبا بكم عام جديد. في هذا الفيديو سوف نضحو فيه واحد مسألة مهمة بزاف. واللي جميع مواقع التواصل الاجتماعي كتدور فيه هاد الخبر هادا ومنتشر واحد درجة كبيرة بزاف. وهاتش اللي هنتقسم معكم انا دبا تحطف الجريدة الرسمية ديال الدولة. يعني فعلا هو الخبر الصحيح وكيروج في مواقع التواصل وكيتكلم عليه بزاف ديال المحطات. غير هو هنا غنوضحوه المسألة بطريقة آآ مفصلة جدا. المسألة وما فيها ان الدولة هنا في اسبانيا اصبح عند الحق ان اتراقب اي هاتف دير اي شخص وتجسس عليه وتعرف الشدة والفد عليه شبع اشرة واشنودة. طريقة قانونية ولها تيادة مسموح به قانونيا. وتحط في الجريدة الرسمية ديال الدولة ماشي الكلام ديالي انا. غير هو شكونهما هاد الناس. عشنا نوضحوه للمسألة هذي باش نحيضه الغموض لانه كيتقال بزاف ديال المواقع التواصل بان الدولة ولا عندها الحق تراقب التليفونات ديالة بطريقة قانونية وما يحسبها حد. يعني وهاتش هادة انت ساكت ما تقدروا له. طبعا هاتش هادة كاينة فعلا وتحط في الجريدة رسمية الدولة ولكن شكونهما المعنيين بالامر. انا قلت مقالات كثير اللي كتباتها لهاتش هادة والبارح واليوم بحل اسبانيول مثلا كتبات اثياندا تبيخي لا ايس ليجال وتليثر لخيو لوكاليساسيون ديال موبيل بارا سابر دون ديستاس ولا عند الحق يعني الاسياندا الاسياندا ما كاقولو مصلحة الضرائب انا هسراقبك وتعارفك فين كينا بالضبط انتها. ديالخيو لوكاليساسيون يعني المواقع الجغرافي ديالك انت فيك التواجد. عشنو الهدف من هاتش هادة كامل? وعلش تدار هاتش هادة كامل? اه وشنو بغيني يوصلو من هاتش هادة كامل? انا الاخوان يعني موضوع موهم بزاف صراحة وكنشوفو ان هيا غادي نوضحو في هادة المسألة دي بزاف ديالناس. مكره هناشي لادرتون لالك. اكون شاكرا لكم. يعني لا بغيتو. طب هاد الحال. وبارتاجو كي تعمل الفائدة ان شاء الله. الامر هو ما فيه الاخوان يعني هاته السيستم هادة مش يغير في اسبانيا. رف اه اصلا رف مجموعة ديالدول ديالعالم صيفة عامة. اه هنا اه بالنسبة لدول العالم اه كما كنقولو اه المعنيين بالامر هم الناس اللي كي فاكتوري وكتر من سبعمية وخمسين مليون ديال الورو. والشركات التي التي تخدم في المجال التكنولوجي. الشركات التي تخدم في مجال التكنولوجي بصفة عامة وتفكتور ك sn50000 الورو. فهدوك هما اللي عليهم الفوق وبدأ غير عندوك الناس ديال العالم. اما اسبانيا في اسبانيا غات تكون آآ كتبيخيلي الناس اللي كيفكتوري كتر من ثلاثة مليون دل اورو في المجال ديال التكنولوجيا. بحال جوجل وابلوج وشركات اخرى. اللي كتفكتوري من ثلاثة مليون دل اورو الفوق. هما اللي معنيين بالامر. هما اللي هتراقبهم الدولة. هما اللي هتعرف اليوم الشدة والفدة. علش هتشدة كامل? باش نعرفك منين شريتي البرودوي. وكيفاش غادي تبيعه. باش هنا ما يكونش يعني آآ هذك كما كقولوك ذك الاصطافة او لذك التحييل او لتتهرب الضريبي او لا. فانت غا تكون مراقبني شريتي وكيفاش بيعتي. وما عندك كيفاش تدير تهرب من الطريبة ديالك. عارفينك شحل فكتوريتي. عارفينك فين بيعتي. وعارفين لك كل شيء. اذا هنا ذك التهرب الضريبي وذك شيء كامل اللي كيديرو الشركات الكبرى. ما عندهم فين يهربو في القادية هذي. يعني هاتش راح ادخل الجريدة الرسمية راوقع. يعني اصلا هو هو وتفعل فيش كيقولولو بالضبط يعني كنت انا قيت هنا يا شيء معلومات. لما خافت نكذب. كانت فعل. آآ اه هو عندي هنا اياه. في ستاش يناير الفين وواحد وعشرين. دبا هنا المقالات كيكتب عليهم دبا لان ادخل اه في الجريدة الرسمية ديال الدولة وكان واحد ضجة كبيرة اكترية في تيك توك كي يضروا على هذا الموضوع هذا وكيقولوا بان اي واحد التلفون ديرو غيولي مراقب اذا هنا يما يقدر بلا دملي تحرك وليد رتيش حاجة عاولي الخوف. دبا هاتش هذا داروه للهواتف ديال الشركات الكبر. ديال اصحاب الشركات الكبر. من بعد من هنال الفين وستو عشرين غادي ديرو احترف السيارات. السيارة بصفة عامة اللي قاع السيارة اللي غا تصنع من هنال السعشرين غا تكون عنده واحد السيارة ديال اللوكاليزازيوني. هنا غادي يراقبوا لك حتى السيارة ديالك. والتحركة في كونتي وفي نمشيتي وفي نجيتي. يعني هنا واحد السيارة تسمى لطاسا دي جوغل اللي كان هنا في اسبانيا اللي غادي يخدموا بها. واللي غا تساعد على ان يقدر يراقبك ويعرف عليك الصغيرة والكبيرة بالنسبة للمسألة ديال البيع والشراء. وغالبا الدولة كتضرب على رأسها طبعا دلحال. واصحاب التهرب الضريبي كينين بزاف. وكما شفتم مع لي تقسمت معكم فيديوه السابق. حتى الشركة الكوبرا مثلا اللي كتستغل الازمات باش تغتاني اكتر. تا الدولة بغا تتزيير عليها ودلها برائب اضافية. هاد شي كامل مباريشي مويبين صراحة لان اه اخطوة بطاعة اخطوة بطاعة الكبار الشركات الكبار يعني دائما كي اه مني كتكون شي فورصة او اللي شي حاجة. كي يغتانيوا اكتر او كيربحوا اكتر او دائما كيزيدوا يعني اكتر من ذلك الشي اللي كيكونوا كيتوقعوهما اصلا. هاد شي اللي درتوا اسبانيا في هاد الباب هادا حاليا في هاد الباب هادا انا كنعتقد بانه ازراء مناسب ومهم انه يدار على الشركات الكوبرا اللي كتفك تدري اكتر من ثلاثة ديالة مليون دل اورو في السنة يعني اكتر من ثلاثة دل مليار في السنة للفوق يعني كتم المراقبة عليهم وهنا كنعرف عليك الصغيرة الكبيرة اذا ملتزمتي شيء بمسألة ديال اه الضرائب او التهرب او ابر الضرائب حتى الاسطافة او لذيك شي اللي اللي تزوار في البرودوي او لمنجموها عمل امور هي هي الفوكو مركز على الضريبة بدرجة الاولى ومسائل اخرى الى وقع موقع هنكونوا عارفين عليك الصغيرة الكبيرة من تقدرش انك تكذب علينا ولا تقول لنا هاشنو هاشنو. احنا بما اننا الناس عاديين ما كان فكتوري لها مليون ولا جزولة لساة ديالالالورو في العام. ما كان فكتوري احتمية الف 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 العام. اذا احنا يا ما محسبينش مع هاد النس هادو وما دخلينش في هذه السيسم هادا. وما اه وما هادش يراقبونا في هذه القضية هاد يا احنا ما ما اه فامتش ما عدناش ما خصناش صار في ما دخلش في هذا السيسم. هادا بطبع الحلقة له التوضيح لان بما ان الموضوع ده درجة وشفت ان في اليوتوب الاسباني هنا حتى واحد ما تكلم عليه هو الامر كي هم سكان دي الاسبانية الناس كاملين يعني والمهاجرين فقلت انا نخرج بيدي ونوضح حد المسألة هذي باش يكون دك شي باين وضح ومعروف عن الناس كاملة ويتحيض الغموض على الخبر اللي كينتسر بها الطريقة كبيرة لازم ان الانسان ان يصحه باش ميوقع شي اه باش ميوقع شي بزرد الاختلاط هاد الشي هده من دبا فوق الاخوان غير كون وهاني من دبا فوق وخاد باتش يده كل نهب خاص بالشركات ولكن زمن الحرية راه تسالة زمن الحرية الحقيقي اللي كونك نعيشوها راه تسالة راه غادي تقضي حش من دي كل تليفون نوكيا صابون القديم غادي تقضي حش من دي كل بلا تكنولوجيا غادي تقضي حش من زف دي الامور اه هما بادي ندب حالك مع الكبار ولكن غادي شوية شوية وغادي جيو عام الصغار غير باش تفهم واحد القضية ان زمن الحرية المطلقة وندير اللي بغيت وناش ولي هداك ولا ديت واحد نتحكم فيها سياسة التحكم بدات وما زال غادة تزيد هنا القدام مجناعات تحكم ثم التحكم ثم التحكم باش نعرف عليك الصغيرة والكبيرة ومن هنا جا ومجموعة من الامور وجا نظام العلامي الجديد وجا هاتشيادك كامل اللي كنعيشوه دبا حاليا جا من اجل التحكم ومن اجل اني نعرف عليك الصغيرة والكبيرة باش نعرف شنو خاصك وشنو خصي نعطيك شو خصي نحيدلك وشنو يعني كيفاش ندير نديريجيك يعني مونيكا كتحرك والكبار كيتحكموا فيها هدا هو الواقع هدا هو الواقع المؤسف مع الاسف الشديد ولكن هذا هو الواقع ودي الحقيقة اخوان اه خيرو الكلامي ما قل ودل هدا هو التوضيح اللي جيتم تقدم في هذا الفيديو كنشكركم للاك دي لكم لايكات مهمة باش يطلع الفيديو باش يشوفونا سخرين بارتاج ايضا كذلك كيتعوم الفائدة وتقسم المعلومة مع الجميع ان شاء الله ورحب كما العادة بكل مشترك زديد حتى الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة